ليس كل ما يعرف يقال هو قول مأثور ده مش كلام أنا قلته ولو كل بني آدم فكر فيه كويس مش كل حاجة تعرفها تقدر تقولها بمنتهى البساطة أنا وإنت عارفين ظروف الانتخابات اللي فاتت الاتحاد الكورة تعرف تقولها؟ أنا؟ أنا مش فاكر أنا مش فاكر؟ تعرف تقول؟ أنا معرفش تعرف تقول اللي حصل؟ معرفش مثلا فمش كل حاجة الناس تعرفها في الكواليس ينفع تقولها الكلمة دي تقالت في سياق الهجوم في الكلمة دي تقالت في سياق كاس العالم للأندية كاس العالم للأندية لتزامن مع نهاية بطوية كاس الأمم الإفريقية في الكاميرا سوري في الكاميرا تمام؟ كان وقتها النادي الأهلي النادي الأهلي هيلعف كاس العالم للأندية فجمهور الأهلي فأنا سئلت وقتها كان في حوار وقتها عن تأجيل ثلاثة أيام لكاس العالم الأندية لأن كان شيلسي عنده براح أنه كان ممكن يرحله الماتش بتاعه أو كان فيه حوار على التصويت على تأجيل بطولة كاس الأمم الأفريقية والحوار والتصويت لم يحدث لسه أو ما تمش فوقتها قلت يا جماعة إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه انفراجة في الأزمة وليس كل ما يعرف يقال وعلى فكرة أنا مشيت ما كملتش يعني مشانا اللي كملت في الاتحاد زي بالزبط ما فيه دلوقتي زي ما فيه دلوقتي في 25 كاس الأمم الأفريقية مفترض أنها تبقى لله هتكون في يونيا يوليا وكاس العالم للأنديية 25 في أمريكا في نفس التويت لا ده و32 نادي طب مش كده طب أنا عارف كواليس دلوقتي وعارف أن فيه انفراجة هتحصل في الأي بس ما حصلش التصويت عليها في المكتب التنفيذ في تحل أفريق ولم يعلنها رئيس تحل أفريق يعني هتقول لي تاني ليس ما يعرف يقال هي دي الفكرة الفكرة إيه الفكرة لا فيه انفراجة وفيه معادين مقترحين هيكونوا بعيدة عن بس لو النهاردة خرج حد من الأستاذ جمال علام رئيس التحال وطلق ألا جماعة إن شاء الله بإذن الأزمة هتتحل بس ما فعش أقول الكلام ده دلوقتي أنا قلتها بس كل حكاية خدت قول قديم قول مأسور قلت ليس كل ما يعرف يقال وفي حاجات كتيرة جدا ليس كل ما يعرف يقال فلان ده تعين إزاي ليس كل ما يعرف يقال فلان ده جيز إزاي فلان راح إزاي مين ميشي مين جي انت عارف وأنا عارف حاجات كتير جدا مفعش تقال تمام وكل ناس وده مش سري يعني ده عمر طبيعي عقد كهرباء صح لأ هو الكابت المجدي عبدالغاني هو كان رئيس الرئيس النشوية اللي عابين طيب ليه اسمك دايما بيكون موجود لما بيكون لا معرفش الحقيقة لدرجة إن أنا حتى قال لي إن هو قال إن اسمه إن محمود قال أصلي كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد في 2016 أصلي يعني حتى المعلومة واضح إن اللي قال له المعلومة ما كانتش مظبوطة فالموضوع أصلا أنا شايف إن هو ملوش أساس ممكن عشان إنت وكابت المجدي كنت بتروح وتفتحه اللي اتحاد ساوي لا لا بالعكس أنا معرفش إيه إيه اللي دخل اسمي في جملة مفيدة في الموضوع دينا مش عايزين ما بحبش كهرباء برضي وقزعنام منك كابت المجدي لا 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 أنا معرفش أنا معرفش لا لا بالعكس طب أنت كنت شاهد ده أنا حتى استغربت ليه لما هو ذكر اسمي لأن أنا في قد فوار في الماتشات أنا مسلم عليه في وقت الماتشات عادي خالص ولا جيف بالي الحوار ده خالص 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 طب ولك أغريب جدا أنا و أنا بقى رئيس الأجل شوال اللاعبين أنا حكمت لفتحي عبد المنع في الإسباقيل يجب شعف إن أخوه نا والله يعني أنا أصل بالعكس طبيعية جدا أنا معرفش أنا فجئت اللي خلا كهرابا يقول كده والله ما أنا عارب ممكن يكون حد قاله ممكن يكون حد قاله خلي بالك ده هيبقى فلان وفلان اللي كان موجود ممكن بحد قاله الموضوع مش أكتر من كده لكن ما عندش الموضوع ده كلام الحاجة التالتة في كل الرسال شي كابالة و عفاكة بس أنا الحاجات دي دي عاشر مرة رد عليها أنا عارف لأ معنى شي بس لازم أنا عايز أقفل قديم انت راجل داخل مرحلة جديدة فلازم 80% من رسال الحاجات دي شي كابالة هل زايلتي لما قالك انت أهلاوي لا خالص لا هو أصلا بالعكس ده أنا ده أنا قلت له ما أنا ما سمعتوش قلت له ما أنا ما سمعتش أنا ما سمعتوش شاتب يعني حتى لو المرائب كتب أو الحاكم كتب حاجة أنا ما سمعتهاش فأنا حتى واحد قال لي قلمة شاتب قلت له أنا ما سمعتوش وهقولك على حاجة كمان فاضل بالعكس أنا من الناس اللي بحبها جدا 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 وأنا عرفه وعرف يعني أخوه أكبر منه اللي بلعف أسوان كمان عبدالبسط يعني ف ومن زمان يعني فبالنسبة لي برضو الموضوع ما خادش أكتر من كده مش مش مؤثر ولا أن الناس عامل أن فيه موضوع وصل خلي بالك أنه لما بيجي موقف مرة أنت لما بتكون موجود في الاتحاد أنا عدت في الاتحاد ده 30 سنة في حاجات متدرجة فطول الفترة دي مع كل موقف مع لعب مرة مع مدرب مرة مع حكم مرة مع إداري مع رئيس الاتحاد فخلاص بقى مش تفضل طول العمر واقف عند نقطة خلاص موقف وعدة وخلاص هو تقابلنا بعدها وأنا بحبه جدا وعلى المستوى الفني والشخصي والإنساني وكل حاجة فما فيش موضوع يعني طب والعقوبة اللي اتعرض لها كبيرة لا لا ده موضوع وخلاص هو الاستئناف حكمت بتخفيض عقوبة موضوع انتهاء يعني تمام رؤساء اتحادات كتيرة جدا 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 مش عايزة أقول الفرق بين سين وصاد وعين لكن انت شفت شفت شغل المهندس هانا بريدة شفت شغل الكابتن سامير زايد شفت شغل عمر الجنيني شفت شغل لوحارب الدخشوري شفت شغل كابتن عصام عبد المناء كده يعني الفرق بص أولا هي بتبقى هم كلهم طبعا على يعني 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 على المستوى الفردي والإنساني وبتاع كلهم ناس عظيمة يعني لكن هي بتبقى أولا ظروف وتوقيتات يعني أنا هديك مثال اللي هو حرب كان محظوظا ان اللي بيشتغل معاه كابتن سامير زاهر مثلا كان معاه نائب وكلموا هنساني بريدة معاه في فترات طويلة ما بين عضو ثم أمين سندوق تمام وبعدين سامير زاهر كان معاه أنا بريدة وبعد فالوقت بتاع اللي هو حرب كان وقت الزراعة وانا قلت الحكاية دي في أكتر من مكان كرة القدم هي زرعة تزرع وبعدين بعد ثلاثة أربع سنين تبدأ تحصد وعدت الحكاية دي لو مشينا على مدار الأجيال كلها هتلاقي لما لعبنا كاس عالم 81 في أستراليا ولعبنا أولمبياد نفس أغلب الجيل ده هتلاقي طاهرة أبو سيد وحمد سيد وعلى ما يهوب هم السبب الرئيسي في 86 لما لعبنا في البرتغال كابتن حسن شحاتة برضو 91 حسن شحاتة كان نتاج 2001 الكابتن شاو غريب وفرقته و2003 هو فرقة الكابتن حسن وتضم عليهم بعض اللعيبة وكسبنا 2006 وتمانية وعشفية زرعة فترة اللي هو حرب هي فترة ما بين 98 الفترة التانية التالية لله حرب في فترة أولى اللي هي كانت من 93 وحققنا بعدها كان فيها فترة زراعة لعبنا منتخب قلومبي لو انت فاكت لعبنا قبلي كانش مجلسه 91 لبرتغال لما خدنا كاس عالم شباب لما خدنا كاس أفريقيا شباب ولعبنا كاس عالم مع كابتن أبو العز ثم خدنا دورة الألعاب 95 لفي كندا 95 لا أبو العز كانت كندا لا لا أحنا لعبنا كندا البرتغال وبطل العلم كان البرتغال وكان كيروش احنا كسبنا كندا كسبنا كندا احنا كسبنا كندا حلو لا احنا ما كسبناش كاها لا كسبنا كندا مع أبو العز احنا كسبنا ترنداد اه خلينا بس طيب ما علينا نكمل الزراعة وبعدين ممكن نتكلم بقى في التاريخ ده المئة سنة لو عايزنا نتكلم بكثير احنا 93 اللي هو حرب كان موجود 99 خلاص في الانتخابات ثم 95 منتخب أوليمبيك سيبنا دورة العب في زنبابوي لو انت فاكر علي ماهر وحازم إمام الجيل ده ثم خرجنا في تصفيات أوليمبيكس 96 ماشي 3-2 مع ناجير وهنا تعادلنا واحد واحد كرة قطعت من تامر مصطفى حازم إمام الجيلين دول كان اللي هو حرب دي فترة زراعة ومعاه سامير زاهر رحمة الله عليه ومعاه كابتن هاني وروحنا قارات 99 وهكذا بعد كده حصد الكابتن سامير جينا 2000 اللي هو حرب تاني 2001 شوي غريب برونزيت الارجنتين ثم 2003 الكابتن حسن لما خرجنا دور 8 في الامارات من الارجنتين برضو الجيلين دول كانوا النواة الأساسية 2006 و18 ففترة اللي هو حرب كانت فترة زراعة طب احنا بقى ما فيش حاجة كده فترة بعد كده الكابتن سامير ممكن يكون حصد لكن حافظ الى حد كبير وكان معاه كابتن هاني المشكلة ان جات حصدت بعد كده جات الثورة وجات شوية دروبات مسابقات نشئين ما تلعبتش بانتظام كان فيه بوائي الجيل اللي لعب اللي هو بعد 2009 شباب لعبنا في كولومبيا مع الكابتن دويا السيد اللي هو واجب محمد صلاح وحمد إبراهيم وعمر جابر وإنني وإحجازي وإحمد الشناوي ودخل عليهم لعبنا أولمبياد في 2012 ثم الكابتن الربيع اللي هم الجيل اللي هو مواليد كهرباء وتريزيجي مواليد 3 و 3 كهرباء وتريزيجي وإحمد رفعة واسمير وصالح ورمي ربيعة فكل الأجيال دي اتضمت مع بعض وصلنا فينال 2017 و19 وصلنا كاس عالم 2018 فترة الدروب اللي هي من 12 11 12 13 14 الفترة دي حصل فيها الدروب في الزراعة ثم بعد كده بدأنا كان بدأنا في بعض التحسن لحد جات 2019 2019 احنا بعد 2018 كاس عالم احنا كنا بدأنا لما جاء خفير أجري وبالمناسبة هو خفير أجري حتى لو الناس في مصر يعني شايفة انه هو ما كانش كويس هو ظلم ده رجل راح 4 كاس عالم مع المكسيك ما بين لعب ومدرب ومساعد وحتى يومين هسه بشتغل في الدورة اسبانية يعني ما قعدش يعني ما قعدش يوم النهاردة بشتغل في الدورة اسبانية الأول كان الكلام كله والحوار كله ان لازم من خلق جيل جديد عشان يروح كاس عالم 22 نقدر نقدي فيها كويس فجأة حصلت التغييرات اتسحبت بطولة 2019 من كاميرون ثم المغرب لم تتقدم فخدنا بطولة 2019 فخرج بعد آخر ماتش في تصفات أفريقيا لو انت تفتكر كان ماتش تونس كانت 3 تغييرات 3 من تحت السن كان صلاح محصن ومحمد محمود وطهر محمد طهر كان بدء يجدد في الفرق او يجدد في الجيل لما خدنا 2019 هنا الراجل اضطر انه ياخد او يلعب بالقدام ما كناش موفقين مشي المجلس حصل الدروب بتاع يعني كان فيه وقفة انت بتحكي تاريخ الكرة المصرية انا بحكي ما هي الفكرة كده انت بتقول لي فلان وفلان وفلان هي ظروف فييجي النهاردة جي فلان جي على منتخب على طول من الشابة او النشئين منتخب تكون 7-8 شهور ما كانش ما فيش زراعة وسبقات نشئين توقفت احنا عدنا 3 سنين في الثورة فيه محافظات ما تلعبش فيها مباراة واحدة في النشئين حصل فيها فوضى حالة من الفوضى للاكاديميات وطلع لنا مضة البرايفت في الكرة واللي شاري واللي شاري فرقة في نادي وفي مركز شباب ويقولك ده استثمار ودخل على ومنطقة تيجي منطقة لما انا جيت للتحاد تاني منطقتها من النشئين وقفت ان النشئين اقل من 15 سنة يتنقل من محافظة لمحافظة الا بشروط وقواعد ودي كان لها شرح كتير جدا لما طلع فيها الحاجات دي كلها وبدأت بدأنا في حالة الزراعة لما جي المجلس الجديد هو جاي معبق بان ازاي انا بمنع العيب انها تتنقل وازاي النشئين كذا وكان فيه وما فيا الاكاديميات وما فيا النشئين دي كانت بشكل يعني عنيف جدا على الاتحاد فالمجلس كانت الانتخابات يوم 5 يناير 22 يوم 6 يناير اتلغت القرارات الخاصة بالنشئين ده ممكن يكون وقتها ما كانش الصورة قدامهم ممكن يكون اللي جابهم وقتها او اللي اتكلم معهم وقتها يعني حد ايهلوا الكلام ده فكانوا جايين بالرشيدة دي بعد شوية ممكن على ما بدأوا يتبينوا ان دي ما كانتش يعني افضل حال خلاص الموضوع كان هرب خاصة ان المجلس في بداياته ما كانش المجموعة كلها متوافقة مع بعض رغم ان هم كلهم على المستوى الشخصي كلهم احسن الناس يعني تمام يمين عرف من كابتن احمد مجاد واحد من اهم المرشحين لتولي رئاسة اتحاد الكرة او الدخول مع المهندس هنبوريدة في حالة دخول والانتخابات وده يبقى مكسب كبير جدا رأيك في تولي الكابتن حسام حسن الادارة الفنية لمنتخب مصر بص فرق بين حاجتين عشان بس الكلام ده انا كنت في برنامج في الراديو والكلام بيطلع بيتفسر غلا هو في فرق بين ان انت كان لك وجهة نظر فترة من فترات ان الافضل يكون مدارب اجنبي وفرق بين ان الاسم اللي موجود النهاردة كابتن حسام حسن وده اسم كبير جدا في تاريخ الكرة المصرية علامة يعني محدش يقدر يختلف عليها والراجل النهاردة بيجتهد بقاله سنين فتولى المسئولية خلاص لما تيجي تقول تولى المسئولية خلاص اقفل الصفحة كنت بتقول بقى مصري اجنبي فلان علان سين صاد حتى المجلس نفسه ممكن يكون كل واحد له رأي او كل واحد كان له رأي لكن خلاص بعد ما تولى الكابتن حسام حسن مسئولية التدريب المنتخب القومي اقفل الصفحة اقفل اللابل كده ازاي هتساعد حسام حسن انه يقدر ينجح ايه اللي تقدر تقدمهوله عشان يقدر ينجح هل انت مش مش متصور وانا عارف ان انت محب للكابتن حسام طبعا والكابتن ورهين طبعا هل انت مش متصور ان هو نفسه يحتاج الخبرات في الفترة اللي جاية اولا احنا عندنا صفات افريقيا ان شاء الله باذن الله احنا صفات كاس عالم ان شاء الله ما عندناش فيها مشكلة ما عندناش أزمة يا رب عندنا باذن الله يعني احنا عندنا صفات افريقيا ان شاء الله ما عندناش أزمة هنبدأ نقابل كاس عالم افريقيا في المغرب ودي منافسة هتكون قوية جدا 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 وان شاء الله باذن الله في كاس عالمAST26 هنكون موجودين في أمريكا في قصة 48 فريق باذن الله الطبيعي ان احنا هنتخطى الدور الاول اللي انت خدت الدول الأول كبا مش صعب انت عارف ان هو هيبقى موجود النظام طبعا مختلف النظام أسهل شوية في الصعود ان انت هزا تلعب في الاتنين وتلاتين المرحلة التانية فهيبقى انت بتطلب خاصة المغرب قول لنا النظام قول لنا النظام هم 48 فريق 48 هيتقسموا 12 مجموعة فاربعة تمام تمام هيطلع هيصعد من المجموعة بعد كده هيبقوا الاتناشر مجموعة دو هيطلعوا 32 فريق تمام تمام ثم بعد كده الاتنين وتلاتين نقاط يعني مش مجموعات بقى خلاص خروج مغلوب فانت عندك فرصة المغرب أحراجتك في كاس العالم اللي فات مش أحراجتك اتناها حاجة وحشة بالعكس احنا يعني الحقيقة كنا أنا حضرت كل مباريات المغرب في كاس العالم وكنا سعداء وفخورين باللي هم أقدموه لكن أحراجونا فنيا يعني النهاردة بقت الجماهير بالطالب ان انت تحقق حاجة تروح كاس العالم وتحقق حاجة فيبقى النهاردة ان شاء الله كابت حسام مطلوب ان احنا في طوط أفريقيا نقدم بإذن المرجو واللي بتتمنجة مهيرة مصرية كذلك في كاس العالم الاتنين دول محتاجين مستوى معين من الخبرات أسهل حاجة ان انا يجي حد الاتحاد الصبح بأي شكل ما ويبقى متواجد وهو معتمد ان اللي موجود حسام وابراهيم وبتاع فاشلونا انتوا قاماش وما ناس هتكتهد وتعمل عليه لكن التحضير لما حول الفريق ده شيء لا يقل أهمية عن اختيارات الفنية ولا يقل أهمية عن اللاعبين المختارين والكلام ده انت بتتكلم وانت عارف كلام ده كويس جدا لك سنين بتمشي مع المنتخب وبتروح وبتحضر كل المباريات الفرقة دي هتروح امتى وهتسافر امتى وهتسافر ازاي وهتسافر ومين البلد دي والتعامل شكله ايه وعلاقتنا بهم شكلها ايه والحكام اللي جايين دول طبقتهم ايه فالتعامل برضو بشكل كل الأمور المحيطة بالفريق وترتيباته ما تقلش أهمية في الآخر عن المال بتسهلك في الآخر الأداء للمال هل يتوفر انا اتمنى اتمنى ان اللي يكون متواجد في الاتحادس او انا او غير يعني يكون عنده من الخبرة من الخبرة اللي يقدر يساعد حسام حسن وابراهيم حسن احنا نحقق حاجة كويسة ان شاء الله في المغرب السنة الجاية ثم في امريكا السنة اللي بعد هو ده سؤالي هل يتوفر المناخ المناسب وتهيئة الأجواء لظهور الكابتن حسام حسن بشكل يعني يشرف الكرة المصرية اذا لم يتولى امور الاتحاد اصحاب الخبرات هيبقى عندنا مشكلة مش هيبقى عندنا مشكلة هيبقى عندنا مشكلة في منتخبات الشاب والناشئين هيبقى عندنا مشكلة في الاستضافات هيبقى عندنا مشكلة في كاس العالم هيبقى عندنا مشكلة في كاس أفريقيا هيبقى عندنا مشكلة في الدوري العام هيبقى عندنا في قيد اللاعبين هيبقى عندنا مشكلة في الحضور الجماهيري هيبقى عندنا مشكلة في التحكيم يعني انت اما تولدت ما كانش عندك اي مشاكل لا احنا كنا بنحسن وانا ازعم ان حصلت احسن في حاجة كتير جدا وفي نقطة كتير جدا رغم ان نخلي بالك الفترة انا مش جاي اربع سنين من اول يوم انا في الاول جاي اربعين يوم هنعمل انتخابات لو انت فاكر ثم تمدد ست شهور ثم تمدد ست شهور فانت بتتكلم عد سنة وشهر سنة وشهر تختلف عن اللقاء ده اربع سنين ولما تكون جاي وانت عارف انت هتقعد ورغم هذا حصل الاختيارات في المنتخبات في المنتخب الاول حصل تعديل في المنتخب الاول وجبنا مستر كاروس كيروش والرجل يعني قدم شكل كويس الحكام المصريين رجعناهم مطشاة العيل وزماية في حكام المصريين الحكام المصريين الحمد لله في البطولات الافريقية والقرية بدأوا يتواجدوا بشكل كبير جدا استضفنا اول بطولة تشامبينز ديج للوومن للبنات في مصر استضفنا بطولتين عربيتين استضفنا جماعة عمير الاتحاد الافريقي وحضر فيها رئيس الاتحاد الدولي هي الفكرة كده ظلمت كابتن حسام البدري؟ لا انا بصها ولك على حاجة هي دي كانت وقتها قناعات هو من حق كابتن حسام يرى ان هو يعني ما تغلبش ممكن هو يرى ان هو يعني ما تغلبش وصعد لكسر انا وجد نظر وقتها او قناعتي وقتها ان الفترة اللي جاية دي محتاجة تطوير بشكل معين عشان نقدر نستمر في التصفيات كاس عالم بنفس الشكل ونقدر نحقل ان احنا وقتها على فكرة احنا كان ليبيا بقى الاول مجموعة احنا غيرنا بليبيا اول مجموعة وكنا رايحين هنلعب الماتشين بتوالليبيا وكان عندنا مسألة ما كانتش كنا بدأنا ندخل في مرحلة الخطر بالاضافة لان كان انا كنت شايف ان مجموعة اللعيبة اللي موجودة بحجم الخبرات اللي عندها بحجم النجومية اللي عندها كانوا محتاجين حد يعني يقدر ما اقدرش اقول ان كابتو حسنان كان بينه وبينهم مشاكل عشان مصدمش الراجل يعني بس انا كنت شايف ان ممكن ناخد منهم اكتر من كده انتمائك يؤثر عليك في اتخاذ القرارات بالعكس طب انا معروف ان انا اهلاوي وجمهور الاهل اللي بيهاجمني بدليل حتى ليس كل ما يعرف يقال دي اللي ماسكها على طول جمهور الاهل ما لقاش علاقة حالص ما لقاش علاقة خالص انا بكلم في المجمل الحاجات دي ما بتبقاش مؤسرة ما بتعملش حساب حاجة كده حاجة كده انا ما بكلمش على النادي بعينه لا ما انا بقولك في توزنات عندك؟ او عندك؟ يعني انت تعرف كده؟ لا ما انا بسألك لا 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 انت ترد على دولة عندك توزنات؟ لا 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 ما عندكش؟ خالص؟ خالص خالص ولا لون تشرتك؟ خالص خالص اه مصمينはいزم الكاو مهيب زمالكاو مهيب زمالكاو وانت أهلاوي؟ معروف أن أنا أهلاوي لكن هذا لا يمنع هذا لا يمنع أن جمهور الآله يمكن بيهاجمنك طبعا جمهور الزمالك ودي حاجة كويسة ما قدرش أقول إنها كويسة يعني في الآخر على فكرة هو الجمهورين وجمهور زمالك بيهاجم برضو طب أنت ممكن تظلم الأهلي ممكن تظلم أهلي عشان تزبط أنه لا مش سيئة طبعا محدش يقدر يظلم الأهلي وراء الزمالك أكيد في الآخر الورق اللي بيقول الورق اللي بيحكم ممكن يكون وجهة نظر اللي موجود ما عندوش خبرة كافية فيخطئ في تقديره للموقف اللي قدامه أو للورق اللي قدامه لكن في الآخر الأهلي أو الزمالك أو المصري أو الاتحاد أو الاسماعيل كل أندية اللي موجودة في مصر لها اللي يدفع عنها لو أنت أخطأت أو فكرت أنت يعني بس تتخطئ